السلام عليكم أنا أخويات جيتش من عند طبيب جيتش من عند الطبيب لقيت ججارات بيولي كيتسنوا فيها بيش يثغلوني على التحاليل اللي درت تثغلوني كليم شوية الحمد لله رخرجوا لي التحاليل بيها الحمد لله نسمعوا الغوت عند مزرعة مشينا ثلاثة دخلنا القيناة مزرعة في مالك قال لك راولدة الناس خودي يا قليا طبيب قينا كانت دخلو هذا كتير جيب حد اللي كتير يا عند مزرعة قينا كانت دخلو فيهم المرادية لكي تقول لي خوض حق ولدك خوض حق ولدك حنا تنجرو فيهم اه اعقب من نحنا تنجرو فيهم شا ندفعوا فيهم شا نفقوا فيهم هو مباشي تككرينه بغا يضرب السيد اعقباش مرشوه زيات اذيك خميثة قاعدة فشكي قليزة غيعة بغا تضربو قل عشالي هات سيدة اللي هارده بغط لايف قل عشالة وحطتها هزة هو ضربة بيال بزولة ضرب السيدة لحرب كروشي انا منيش تضربو دفعتو دفعتو صافي مني دفعتو ومش قد منيش ندفعو ديك الدفعة ضربني براثونا حيش عندي سكار تحت سخفت اخوة وعلي المو اعطوني المشرب ومت فقت جلعي تزيل الدرب قل يامينا مش كوني مضارب قل يراها راجلين السيدة هو اللي مضارب رح نفكيناهم ومشوا مني مشى نقل صاحبو ومشى بحالاتو قات معنا مرشو وولدو بنشو رح عادرينو الدربة مني ومشى ومشى بجنوية وجتي تسلت منورة دهري فانا مشوش العساس اللي شافوه فاش انا غاطي بالدهر ووقت اللي وصل عندي انا عاد بالدهري عنق نخشلي الجنوي طلعوها ببطط صافي طحت طحت مدخلت الغيبوب مقيت شعقلت ولا شي حاجة نهائي صافي بدوني السبيطر ولكن هاد دري انا وولدي التعتاقل معاه ما كانش خاضر لهاد الشي ومضربوش نهائي مضربو ما مقرب لي متى شي حاجة كي يقول ليهم انا تسيدة مضربتاش 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 مرشو حضرات الدربة اقسمو بالله العلي العادين حسا حضراتو مرشو للدربة وبنشو ولدو اقسمو بالله العلي العادين ومعرفت شربيوش غدا النوض او لما غدا النوض انا التدرب دابة عمبي عندي ثلاثة العروق مقطعين وعندي عاسبة وعندي طقبق منو خشو لذا لما وكلونيش ما كان ناكلش ولما شربونيش ما كان شربش ولما شربونيش ما كان شربش وكندير لي كوش وكنستعمل لي كوش والدري الكبير اللي استعتاقل ولي كان مقابل لي اخوش وعندي واحد عنده اثنين وواحد عنده عشر سنين واحد عنده عامين اشتغلوا لي قالوا لي انتا اللي ضربتي ضربتي هادا قصير هو مضرب؟ هو من اللي يضربني طاح على وجوه اللي شاهدين الناس بي واللي شافوه فانا غادي كي يجري وطاح على وجوه بيكيشي كاميرا هنا لا ما شداشو كاميرا ولكن كيدي الجيران كنا حديثوا محدد الجيران شافوهم اللي يطاح وكلين نتشور داروا إشهاد وانا بغاوهم كل محكمة ويقولوا عا كلام الحق ما بغاينه يجي لمنها لمنه يقول كلام الحق احنا ما بغاينش هادا وما بغاينش والده يمشي في الباطل وهو كل مكانش مرت وضربات وراكينين شهود اللي مرت ومشت طلبتهم قاتلوا معايا اللي السيدة اسمع لي قادر انتهم يشاهدوا قد صيفت لي الناس وجات عندي ايها بنفسها وقاتت لي سمحي لي بغايت تسمحي لي بينه وبين الله وجابت لي الناس وفغايت دخله وقالوا لي امخوتي بأن احنا مع الديناش ده ما ما نقولوا لكم حساس وقد اختشي على رجليها وصيفت لي ايبه هاتيه وغير والبارح جا عندي ملي شاف الحالة ديالي بكوغلي بنشينا ما عنديش باش غنتدخل مني شافني فد الحالة انتش انا لم ادرتش ليكوش ما دارو مش ليع ما نديرهم تشي حاجة ما تنتحرق ما تنتش ململ بحل امانة لما بدك تدري اللي تشد ايه ايه انشي عندو شي سواباك الله اهلم بي ما تنعرفوش انا يا نتاكت تنعرف مرشوبين وبين نتاكت تنعرفوش ما بينو بينو معدوه ما عندي عدوه معش شي واحد نهائي يعني جودروا لي بحشة هنا في التربو انا طالب بالحق ديالي انا كوميسارية ما عمرتش ليه حقي ما عمرتش ليه محضر ديالي انا ش طبيب خبير ديال الطبيب شارعي اعطاني اعطاني شهده طيب ديال هو اللي عطايا ليه فات في الين يوم انا معست خمس يام في الين عاش مني فاقش من الين عاش لقيت راسي باس ملياجو السباع ديالي ما عرفش كلني بسم ليه وعقبت رجعت الموريز ونعست فيه اربع ايام شاوه في الموريز له انا معرفش كل اللي بسم ليه السباع ديالي ومحضر ديالي ما عمرش ديالين ولادي وما اللي دعر بينني ونطالب من الناس المسؤولين ونطالب من سيدنا يديروا ليه بحش فضل محضر ويديروا بحش فضل محضر ويديروا ليه بحش وياخذوا ليه بحقي لان اذا قدري اللي التعتاقل محاضرش وما ضاربش هو اللي كانت يوكلني هو اللي كانت يشارقني وكان كدير ليه ليكو اش وهو اللي كانت يعطيني الدواء سيددخوش والمدرسة هو اللي مراخبتك ما عندهش البنات انا ديالا خضيولي الوليدات المدرسة ما كيش تيحول عليهم الباب عندي وليد عنده عميل ما كيش عندي اللي قابل عندي خمسة الوليدات منو ما الدري الكبير هو اللي كان دفا بعوني تنوض في الليل تيحقيني نشرب تيحقيني الدواء ديالي طب من الساعة تاقل الدري الكبير وجات الاخت ديالي بركش معايا انا كنطالب بالله والناس المسؤولين يديروا بحش ويلا القاو كلمة زيدة مناتش اللي تنقول العقوب اللي لا ياخده وانا اخده انا في بلاسه هو اللي كيقول انا ما داربش انا كنقصم فمي بالله ومعرفش ربي واش يشافيني وانا ما يشافينيش وهو اللي داربني بالجنوية العمدي ما تنسنش تدير ابوني الفيس بريس وضغط على زل الجرس باش تصل بكل جديد اشتركوا في القناة